اهلا انا رفيق سليمان وانتو بتتفرجوا على كلاود سيمبليفايد اهلا بكم في جزء جديد من الكلاود براكتيشنر اكسبرس في الفيديو ده هنكون بنكمل التوبيك اللي ابتدناه في الفيديوز اللي فاتت وهو اي دابلي اس ستوريج اللي افتكر ابتدنا نتكلم عن اول فاميلي اللي سميناها البلوك ستوريج بعد كده اتكلمنا عن الابجكت ستوريج ودي لي شرحنا فيها حاجة مهمة جدا او سيرفس مهمة جدا اسمها اس تري وفي الفيديو اللي فات شرحنا الاس تري ستوريج كلاسز او التيرز اللي عندي اللي موجودة في الاس تري في الفيديو ده هنكمل اخر نوع من الستوريج اللي موجودة عندي على اي دابلي اس وده اللي بنسميه الفايل ستورج وفكرة الفايل ستورج ببساطة في الأغلب هتكون اتعاملت معها وانت مش عارف ان هي دي الفايل ستورج ببساطة فكرة الفايل ستورج لو أنا عندي ديفايسز أو لابتوبس أو كومبيوترز وعندي الإي بي نتورك بتاعتي فالديفايسز دي ثرو الإي بي نتورك دي كان أكسس إشارد ظوليوم على النتورك مثلا اكسس دابل سلاش دابل سلاش تن دوت وان دوت وان دوت وان فكل الديفايسز دي لما تكتب تن دوت وان دوت وان دوت وان داي والأكسس إشارد فولدر موجود على الفايل ستورج اللي عندي هنا ده نوع من الفايل ستورج اللي موجود أول سوربس هنتكلم عنها نسميها ال وفكرة الالاستيك فايل سيستم زي ما شرحنا أنا عندي ملتبل الاسي تو انستنسيز خلي بيالك بقى دول اكراس ملتبل افلابلتي زونز يعني علشان يبقى عندي هاي افلابلتي او فول طولرانس أنا الاسي تو انستنسيز بتاعتي او السيرفرز مش موجودة فوان ايزي او وان افلابلتي زونز دو موجودين اكراس ملتبل افلابلتي زونز وكل الاسي تو انستنسيز دول دي كان اكسس دي سيم فايل سيستم دي كان اكسس دي سيم فولدر او فوليوم اللي موجود عندي طيب الاركيتكتر بتاعتها ببساطة شكلها عامل كده زي ما اتفقنا عندي ملتبل الافلابلتي زونز وكل افلابلتي زونز فيها السيرفرز او الاسي تو انستنسيز وكل السيرفرز دول دي كان اكسس دي كان اكسس دي كان اكسس شارد فايل ستورج على النتوار حاجة مهمة جدا ويفرق قوي ازاي تقدر تحل الاسئلة في الامتحان الاف اس ازا سيرفرز الاف اس دي بس لللاينكس سيرفرز مش للويندوز ليه؟ لانه ببساطة الاندرلاين بروتوكول اللي تستخدمه الاف اس اسمه ان اف اس علشان كده اسأل نفسي السؤال طبعنا لو عندي مايكروسوفت سيرفرز ما اقدرش هستخدم ايف اس بس تخدم ايه؟ بس تخدم السيرفرز اللي جاي اللي اسمها الاف اس اكس فور ويندوز نفس الكنسب بالضبط امازون افس اكس دي للويندوز فايل سيرفرز علشان تبروفايد بالنسبة لي افولي ماناج مايكروسوفت ويندوز فايل سيرفرز والحاجة التانية انه الاف اس اكس ده مش بيسابورت الاف اس اكس مش بيسابورت انفس الاف اس اكس هنا از ابروتوكول زي ما اتفقنا ده للويندوز سيرفرز علشان الاندرلاين بروتوكول مش انفس الاندرلاين بروتوكول بنسميه اس ام بي او ممكن اساميليه تانية في الاجزام او في الامتحان تلاقيها نوع زي السفس علشان كده امازون اف اس اكس هز نيتف سبورت للويندوز فايل فيتشر اللي هو بنسميه الاس ام بي او السيرفر ميسج بلوك فده يسهلك قوي وانت بتجاوب في الامتحان لو انا مطلوب عندي بيتسئل عن فايل سيرفر لللاينكس سيرفرز اللي عندي الاجابة هي اي اف اس لو انا عندي فايل سيرفر للويندوز سيرفرز اللي عندي الاجابة هتبقى اف اس اكس ببساطة وبكده نبقى خلصنا اخر فاميلي موجودة في الستوريج اتمنى يكونوا التلاتة فاميلي سدور واضحين لو عندك اي سؤال اكتب لنا الاسئلة في التعليقات او في الكومنس هنكون بنمونيتر ونكون بنرجع لحضرات شكرا جدا جدا واشوفكم في الفيديو اللي جاي